بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض مع حضراتكم في هذا الفيديو تحليل يكشف أسباب عدوانية موسكو ويحذر من بوتين ويقول أن روسيا تتمزق لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية سلط تحليل نشره موقع زنشولا الانترسيت على الركائز الهشة للاتحاد الروسي الذي يقول أن موسكو تحاول تغطيتها بزيادة العدوانية الخارجية وقال التحليل الذي كتبه يانوش بوغايسكي زميل مؤسسة جيمستون في واشنطن ومؤلف كتاب التفكك الأوراسي الأجنحة الضعيفة في روسيا إن الطموحات الإمبريالية الجديدة في روسيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالركائز الهشة للاتحاد الروسي وأكد أن الكريملين سيصبح أكثر عدوانية دوليا لإخفاء تصدعاته الداخلية مضيفا أن المشاكل الداخلية أقنعت موسكو بأن استراتيجية السياسة الخارجية الأكثر جرأة وخطورة يمكن أن تحقق فوائد محلية من خلال تعبئة المواطنين حول روسيا الحصينة وإسكات المعارضة وقال التحليل مع ذلك فإن هذا سيرتد على النظام الروسي إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا وزادت كلفتها وفرضت عقوبة شديدة على روسيا ويقول بوغايسكي إن مسؤول الكريملين لا يزالون يؤمنون بالإمبراطوريات العالمية ويؤكدون أن العالم يجب أن ينظم على أساس متعدد الأقطاب مع دول صغيرة تدور حول مراكز قوية وينظر الكريملين إلى قطب قوته على أنه يتكون من أوراسيا أو الكتلة الأرضية الأوراسية الشمالية وأكبر قدر ممكن من أوروبا وخاصة تلك المناطق التي كانت جزءا من المجال الروسي في الحقبة السوفيتية أو حتى القيصرية وأضاف أنه على الرغم من الخطابات والأفعال الحازمة فشل بوتين في تحويل روسيا إلى قطب قوة رئيسي أو مصدرا حقيقيا للجذب السياسي والاقتصادي والثقافي للدول المجاورة وأكد أن غزوات الجيران والتهديدات ضد الدول الغربية ليست علامات على القوة ولكنها علامات على الإحباط وبدلا من النجاح في بناء الإمبراطورية قام نظام بوتين باختطاع أجزاء من الدول المجاورة لكنه فشل في اكتساب الشرعية الدولية لعمليات الاستحواد هذه بالإضافة إلى ذلك وعلى عكس الاتحادات الطوعية فإن فتوحات الدولة تزيد من الأعباء الاقتصادية والأمنية على المركز مع فوائد محلية قصيرة الأجل فقط للتعبئة الوطنية ويعتبر الكاتب أن الاتحاد الروسي هو دولة فاشلة تم بناؤها كخليفة للاتحاد السوفيتي البائد ولكنها تواجه تحديات لبقائها وأضاف في العقود الثلاثة الماضية أثبتت محاولات تحويل روسيا إلى دولة قومية أو دولة مدنية أو دولة إمبريالية مستقرة عدم جدواها لأن الاتحاد يستند إلى أسس تاريخية وأيدولوجية هشة وفشل في توليد هوية وطنية موحدة ويضيف يبدو أن مسؤول الدولة يدركون المخاطر القادمة حيث قارن وزير الدفاع سيرغي شويغو روسيا بالاتحاد اليوغسلاف السابق متذمرا من الضغوط الخارجية إلى جانب التهديدات الداخلية التي يمكن أن تقسم البلاد على أساس قومي وطبقي وديني وتؤدي إلى التفكك وأضاف أن سياسات موسكو المتمثلة في المركزية المفرطة والاستغلال الإقليمي وسوء الإدارة الاقتصادية وتعميق القمع والتلاعب بالقومية العرقية الروسية هي التي يمكن أن تدفع البلاد نحو انهيار عنيف بدلا من التمزق السلمي نسبيا الذي شهدته خلال تفكك الاتحاد السوفيتي وفي مؤتمر عبر الفيديو عقد مؤخرا رفض بوتين اقتراحا بالسماح للمناطق الروسية بالانفصال إذا لم تعد تريد أن تكون جزءا من الدولة الروسية وحذر من تكرار الحروب الدموية في غزلافيا المنهارة خلال عام 1990 وكشف أن هناك 2000 مطالبة إقليمية في جميع أنحاء البلاد التي ينبغي التعامل معها على محمل الجد لأنها يمكن أن تقسم روسيا ويقول الباحث أن اعتراف بوتين يشير إلى أن الظروف الداخلية للبلاد تتدهور على الجبهات الاقتصادية والدمغرافية والاجتماعية والإقليمية والعرقية والسياسية كما يشير الكاتب إلى قلة تنامي الثروة البشرية والثروات الاقتصادية والذي يجعل من روسيا مهددة بشكل كبير ويعتقد الباحث أن من المفارقات أن مثل هذه المخاوف سوف تستمر في منع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لمنع الانهيار المنهجي مضيفا أن الواقع أن بوتين وأجهزته الأمنية والأولغرشيين المرتبطين بالكريملين والمسؤولين الفاسدين والطبقة المتميزة من موظف الخدمة المدنية ليسوا مستعدين لتعريض سلطتهم ومحافظهم للخطر من خلال متابعة الإصلاحات التي من شأنها أن تمنح المواطنين خيارا من خلال انتخابات ديمقراطية ومن ناحية أخرى فمن دون التحديث والتنويع الاقتصادي بالاقتران مع التحول الديمقراطي والمركزية والفيدرالية الحقيقية فإن روسيا سوف تنزلق نحو أزمة وجودية استعرضنا مع حضراتكم ما كتبه هذا الباحث الأمريكي قائلا أن روسيا تتمزق وذكر أسباب عدوانية موسكو وحذر من عقلية بوتين هل تتفقون أو تختلفون مع ما جاء ذكره في هذا الفيديو؟ أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته